مرحبا بكم مشاهدين الكرام اليوم رانا متوجدين في الجزائر العاصمة بالضبط في مدينة الدار البيضة مع افتتاح مخبر المجد لتحاليل الطبية باش تعرفوا تفاصيل اكثر بقاو معا دار البيضة مجلسة تنظم لتغرفة مجلسة تنظمoraة وفي مدينة أفضل من الجزائر العاصمة بشكل أعلى كافتنا تطعب على المجدر وسألくد فيجاننا على البيضة المبتين إنه دار البيضة لطلبط وفي مناسب تنظر الشيطان السيدال بها tankاة وهو المبادرة على المنزل للأروب هناك أولودكات في موضوع جديدة وحقه يأتي إلى ما يكون على دقائق وليس لديع الموضوع، ولكنه ليس هناك واحدة متعلقة السلام عليكم يدير بيتام عضو من الرئاسة الجمهورية هنا عرضنا لإفتتاح المخبر هذا المخبر واحد في الجزائر يختم في 24 ساعة إلى 24 ساعة سبعة يام في سبعة هذا شيء جديد إن شاء الله المخابر أخرى تختم في نفس المنبر إن شاء الله ما لديه خصائص هذا المخبر يجب تحليل 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 في المخابر الأوروبية يجب نتائج تحليل تحليل بالوقت نحن نجد اليوم الافتتاح على المخبر في در البيضاء الأوبيسيون اللي زايد علينا هي أنه يجب تحليل في كل وقت في كل وقت في كل وقت يجب تحليل لكي تحليل لكي تحليل لكي تحليل تحليل في البلدية تحليل 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 نحن تحليل تحليل عن م Howard صلى الله عليه وسلم ومن ثم من أجل أن يكون الأمر في ترجمة ومن ثم من أجل إلى المعارضة. وهي أفضل أنها تجربة لتجربة للمشاهدة بسبب ويجب أن تتعرض لكي تجربة بشكل ترجمة. لن أردت بشكل ترجمة ومع بشكل ترجمة للمشاهدة. الحمد لله ، فنحن نعوذي في 15 يوم ، حدث أنه يتجربة للمشاهدة ، المجد المجد ، يجب أن يكون لدينا ترجمة العالمي في الجرية. سيكون هناك الأعل gabarشيات للخصوصية سيكون لأشياء تحت جيدة لدعب أمواطن سوف نكون إن شاء الله في خدمة المواطن وإن شاء الله الفيابلتة للرزولتات سوف تحرير la compétence de l'équipe للمجد شكراً اشتركوا في القناة